طيب تعالى بقى نروح محلية نرجع محلية مرة تانية لان احنا عندنا ان شاء الله يوم الثلاثة جاي ماتش مهم قدام بيرامدس وبطبيعة الحال حيكون اللقاء قوي لان الهدف ويعني مهم للطرفين بيرامدس فارق عننا ببنت واحد تقريبا وهم يمكن لعبين مباراة زيادة عننا زيادة عننا لو انا مفلطاني يعني بس اكيد حيكون لقاء قوي شايف شايف ممكن تمشي الحكاية ازاي في الماتش ده بس يا راس كريمي الميديا والتلفزيون بنوات المسموعة والمرئية والمشاهدين بيدخموا الموضوع ده فيه منشاة عايز اقول لحضرتك كابتر عمري كان قالك معرقة الاهل بيرامدس معرقة او موقعه حاجة كده فاللو مش الدرجات يعني فيه اقول لك على حاجة لو سمعت الحوار النزل على مستوى مصر في مباراة المريخ الاهل هيلاعب باريسة الجرمان بكم من نجوم طيب ليه هو انت بتخوفنا انا اذا غيرنا نبقى مع افريقيا المعلق مدليات كاس العالمي الاندية وبقى عندي مناخ من البطولات وعندي يعني هقول ايه عندي معرض كبير من البطولات دي ده احنا بنبني والله دلوقتي مباني عشان نحط الجوايس طيب احنا دلوقتي هنريح دماغنا في ايه انا هدي احترامي الشديد لوجودي مع الخصم اللي هو مؤقت موجود اول المجموعة وهحترمه ونفس فكري انا كمدير فني ولعيبة في الاداء احنا هنتكلم بقى في الحتة اللي هي بيزنبوله الفلفل والشطة عشان الموضوع ياخد او المباراة ياخد شكل تاني اصل رمضان راح بيرمدز اصل احمد فتح راح بيرمدز اصل عبدالله السعيد راح بيرمدز انا مليش دعوة انا هاخد بقسم الملف بطريقتين الملف الاولاني هو الملف اللي بيحبه جميع الناد الاهلي هو الدور العام هلعب باسلوبي وبفكري مش هقلل من قيمة الخصم وهبروفا لمباراة السبت اللي هو الانسجام ما بين اللعيبة مش تمرينا على فرقة من مصر لا فرقة محترمة فرقة هحترمها اكتر شوية وهنفس شغلي عشان اخرج من المباراة لبر الامان بروفا لمباراة سانداونز بالاسلوب اللي انا هلعب به باية مصر كلها دلوقتي نقاط بتقولك هو موسيماني بيلعب اربعة تلات تلاتة الفكرة كلها مش فقط مش في طريقة اللعب في اتنين او تلات لعيبة موجودين في الملعب بالربط مع مستر موسيماني ومحل الاداء اقدر اغير شكل طريقة اللعب من اللعيب ممكن يبقى السلية ممكن يبقى حمد فتحي ممكن يبقى الشناوي هو اللي بيوجه برا شغل صبورة جوا شغل لعيبة في ناس بتدير من خلال المباراة من الخطوط على صبورة تحريك لعبين وفي ناس بتدير جوا كفكر بني ادمين بشتغل انت اللي بيني وبينك فكري تطوري ابداعي هو انا هقول لحضرتك تخش ازاي تروح تجيب جون انت حاطت نفسك في الموقف ده بتقدر تعمل ايه مباراة بناميز مش هنعيد بقى كرت قبل كده ونستنى النقاط ونستنفذ نقطة في اتنين وتلاتة لا خلاص من الاول انا بضغط وما بكشر عن انيابي بادوس على اي حد بقى سيئة دي الكلمة دي ما تزعلش مش بادوس بقلل من قيمتهم لعيبة النادي الاهلي عندنا حب لبعض ما فيش حد يقول كلمة عكس في الملعب انا لو بتعصب عليك للصالح العام ليك قبل ما يكون لقيا لصالح الكيام بالكامل لحصد بطولات التاريخ هيقول اسمك في يوم الايام انك كنت متواجد في المكان ده وحققت ده فانت مطلوب منك حاجة واحدة فكر في ده واسبك من كل مؤسرات الصوت الخارجي